القاعدة الثالثة من قواعد علم تغذية النبات اللي هي بتتكلم على درجة حموضة أو قلوية اللي هي البي اتش بتاعة المحلول المغزي المحلول المغزي ده لازم يكون نعرف الأول تعريف للموضوع البي اتش البي اتش هو مقياس أو معيار بيئيس أو بيعبر عن درجة عدد زرات الهايدروجين أو الهايدروكسيد هو عبارة عن كفتين ميزانة جماعة فيه عندنا في الكيرف الأدامي جزء اللي باللون الأزرق ده يمثل الوسط القلوي واللي باللون الأحمر يمثل الوسط الحامدي رقم سبعة اللي هو الخط الفاصل ما بينه مهم الاثنين ده يمثل التعابل طيب هنا الـ OH أو اللون الأزرق الوسط القلوي ده عبارة عن عدد زرات الهايدروكسيد OH والوسط الأحمر ده عبارة زرات الهايدروجين H فهم كفتين ميزان الكفة لو الـ OH أكتر يبقى هي أتقل تاخد رقم فوق السبعة يبقى المحلول ده محلول قلوي لو العكس الـ H هي اللي أتقل عدد زرات الهايدروجين أكتر فيبقى الوسط ده وسط حامدي لكن لو الـ OH أدل OH يبقى الوسط ده وسط متعادل ياخد رقم السبعة لو الـ H أكتر تاخد رقم أقل من السبعة اللي هو يبقى بنسميه وسط حامدي لو الـ OH أكتر تاخد رقم فوق السبعة يبقى وسط قلوي لو متعادل يبقى رقم سبعة متعادل يعني إيه؟ يعني عدد زرات الهايدروجين أدى عدد جزيئات الهايدروكسيد الهايدروكسيد بيعبر عن القلوية والهايدروجين بيعبر عن الحامضية حضراتكم لو تلاحظوا أي أحماض مثلا حامض النيتريك تركيبه HNO3 في H فيهايدروجين حامض الكابريتيك HSO4 في H فيهايدروجين لكن أي وسط قلوي عبارة عن OH زي هيدروكسيد بوتاسيوم هيدروكسيد كالسيم هيدروكسيد مغنسيم أي حاجة فيها هيدروكسيد كده وسط قلوي أي حاجة فيها هيدروجين يبقى وسط حامضية يبقى أنا لما بحب أتحكم في المحلول المغزي بتاعي من ناحية درجة الحموضة والقلوية اللي مصدر الهايدروجين عندي عشان أخليه حامضي هو أي أحماض حمض ديتريك حمض فوسفوريك حمض كابريتيك حمض فوسفوريك وهكذا ولو أنا عاوز أخلي الوسط ده يميل للقلوية أو أعاد له هو مثلا بقى حامضي وعاوز أضيف عليه حاجة تأثيرها قلوي عشان يبقى متعادل يبقى هيدروكسيد البوتاسيوم هيدروكسيد الكالسيم كربونات الكالسيم وهكذا أي شيء يعمل قلوية تأثير قلوي وعلى رأسه طبعا وأقوى شيء هيدروكسيد البوتاسيوم يبقى هيدروكسيد البوتاسيوم في كفة وصاد كفة فيها حمض مثلا الناتريك أو الفوسفوريك هم دول اللي أضبط بيهم البيئتش بتاع المحلول طيب أضبط بيئتش المحلول على كام عشان دي أنا بسمع فيها كلام كتير وبشوف بصراحة جدال كتير على الجروب بس سمحوني أنا دايما مش فاضي غصبا عني حسب طبيعة شغلي بس لأن أنا مش شارك في مشاريع قومية في مصر وشغلي في مركز صحرة وفي شركة الزرعية خاصة فيعني الحمد لله فعلى قد ما بقدر والله بس بحاول أستجيب معاكم وإن أنا يبقى لي أي دور فعال مع حضراتكم فبنتهز الفرصة دي بحاول أوضح الأمور لكن إن أنا أرد على الواتس بصراحة ما عنديش وقت خالص إنما المهم بس معه بشوف على الواتس بصراحة جروب مثلا ناس تقول لا إحنا قرينا وعارفين وبنظبط البيئتش عندنا على خمسة ونص لا على ستة أو على ستة ونص في جدال كتير وبعدين نقول نظبط المحصول الفلاني على درجة ببيئتش معينة والمحصول العلاني على درجة ببيئتش أخرى مع احترامي أنا الكلام دا كله لا أساس له من الصحة من وجهة نظري لسبب واحد بس ببساطة خالص وأنا دا ملي بمين لموضوع البساطة دا في تبسيط الموضوع المعلومة جزور النبات الجزر بتاع النبات ما فيهوش أسنان بتاكل دا هو ممصات بتمص بتشفط بيشفط إيه؟ بيشفط سمات دائب في مية طب إيه اللي يضمن إن السمات يفضل دائب في المية إن البيئتش بتاع المحلول قولا واحدا يكون مظبوط على درجة التعادل اللي هو رقم سبعة عشان يبقى عندي مرونة حضرتك تقدر تزبط البيئتش بتاعك أقل شيء ستة ونص بيئتش وأعلى شيء سبعة ونص بيئتش ما يزيدش فوق السبعة ونص وما يقلش عن الستة ونص ليه؟ علشان القاتي لقوا رقم الحموضة دا ارتفع فوق السبعة ونص يعني العمود اللي مكتوب عليه دا القلين دا هو دا هو البشاور بالمؤشر اهو لو بصينا هنا النيتروجين اهو مكتوب جوه كيرف ابيض اهو مش كده الفوسفور اول ما الكيرف دا يبتدي يتخنق كده يديق معناه ان نتحول لراسب تمام البوتاسيوم الكابريت الكالسام الماغنيستيام الحديد المنجانيز بورون النحاس الزينك الموليبدرام وهكذا طول ما الكيرف واسع كده معناه انه هو دايب في المياه السماد اول ما يديق كده معناه ان السماد اه 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 اترصب في المياه طيب لو لا ترصب يا جماعة معناه النبات مش هستفيد منه خلاص كويس كده انه قولنا السماد الجزور ما فيهاش اسنان الجزور بتمتص تمتص سوايل لازم يكون السماد دايب في المياه عشان انه هستفيد منه النبات طيب نبص سريعا كده عشان اختصر الموضوع لو البيئاتش ارتفعت فوق السبعة ونص بقى التمانية مسلا او بقى التمانية ونص هيحصل ايه بص معايا اذا الناتروجين مسلا الناتروجين يبتدي يقل له بس مش قوي يعني برضو هيبقى دايب بالنسبة تسعين في المية طب الفوسفور اللي خالص معناه اترسب يعني بقى هيصبح فيه اعراض نقص الفوسفور نتيجة ارتفاع الكابريت البوتاسيوم قصدي اهو مفوش مشكلة دايب في الوسط القلوي تماما الكابريت دايب الكالسيم دايب الماغنيسيوم دايب المشكلة في فين بقى ابتداء من الحديد بص الكيرف ادياء ازاي خالص في العمود ده من تمانية تمامية ونص المنجنيز ادياء خالص البورون ادياء النحاس والزنك ادياء عدل مليب دونم باختصار لو بي اتش المحلول المغزي قولا واحدا وارجوكم ركزوا معايا عشان نحسم الموضوع ده لو بي اتش درجة الحموضة بتاعة المحلول المغزي تعخطت حاجز السبع ونص بي اتش معناه فورا اه 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 ترسب عناصر الفصفور وجميع العناصر الصغرى عدم ولب دونم اللي هي ايه عناصر الصغرى عدم ولب دونم الحديد والزنك والمنجنيز والنحاس والبورون يبقى في ارتفاع البي اتش فوق السبع ونص بي اتش يعني بقت الوسط قلوي معناه عدم صعوبة في زوابان عناصر الفصفور والحديد والزنك والمنجنيز والنحاس والبورون صعوبة في عدم وصعوبة في امتصاصهم وعدم امتصاصهم نتيجة عدم زوابانهم نتيجة ارتفاع البي اتش فبيترصبوا فلا يمكن الجزر ان يمتصوه لان الجزر لازم يمتص السمات دايب في مية طب لو البي اتش على العكس انخفض عن الستة ونص بي اتش ودي بقى الحتة اللي فيها جدال كتير لان الناس كتير بتزبط البي اتش بتاعها عند الستة وعند خمسة ونص ان كل ما زيد الحموضة هيزيد زوابان عناصر صح اه هيزيد زوابان عناصر لدرجة انها ممكن تعمل سمية في مقابل هيتقل بعض العناصر كمان هتترسب ويظهر عرض نقصة ويصعوب امتصاصها دي المعلومة اللي اعاوز اقولها طيب لما البي اتش ينخفض عن الستة ونص بي اتش اني هعناصر هتترسب لو بصيت معي حضرتك كده هتبص تلاقي في النيتروجين مفيش مشكلة في الفوسفور لا اترسب اهو ادياق اهو البوتاسيوم مفيش مشكلة الكابريت مفيش مشكلة الكالسام مشكلة كبيرة جدا ترسب فورا الماغنيسيوم ترسب فورا الحديد زوابان عالي مفيش مشكلة بالعكس زوابان شديد لدرجة ممكن يعمل سمية المنجنيز زوابان شديد زوابان في الماء يعني درجة ممكن يعمل سمية والبورن والنحاس والزنك نفس الكلام عادة الموليبدينام برضو ترسب يبقى فيه تحت انخفاض البي اتش عن الستة ونص فيه اربع عناصر هيترسبوه الاربع عناصر دول هم الفوسفور والكالسام والماغنيسيوم والموليبدينام ألخص كلامي تاني لو المحلول البي اتش بتاعه بقى فوق السبعة ونص بي اتش بقى محلول قلوي او يميل للقلوية في الحالة دي حيترسب فورا ويصعب امتصاص عنصر الفوسفور والحديد والزنك والمانجنيز والنحاس والبورن ستة عناصر ولو الوسط اصبح حامدي يعني البي اتش اقل بتاع المحلول المغزي اقل من ستة ونص بي اتش معناها ترسب اربع عناصر الفوسفور والكالسام والماغنيسيوم والموليبدينام وفورا تظهر اعراض مقصوم على النبات فلازم قولا واحدا اصبط البي اتش بتاعي في مدى من ستة ونص من امام مكسمم سبعة ونص اريح دماغي واخليني دايما ما بين الستة ونص والسبعة ده في الامان اللي يضمن الرقم البي اتش من ستة ونص بي اتش لسبعة بي اتش هو الرقم اللي يضمن زوابان التلتاشر عنصر غزائي ويبقى في صورة صالحة للامتصاص عن طريق الجزور فقط لغير مش هعيدها تاني نخش على القاعدة اللي بعد كده اللي هي القاعدة الرابعة اللي تفضل الباشموندس كمال وتكلم في بدايتها كان فيها كلام كتير اللي هو بيقول ايه بقى العلاقة القاعدة الرابعة نتتكلم على ايه العلاقة بين العناصر المغزية المختلفة من حيث التضاد والتحفيز بمعنى ايه بمعنى ان اول ما يدوب السماد في المحلول المغزي ويمشي تحت الجزور ويبقى الجزور قدامها المحلول المغز داي في السماد لو حضرتك حطيت او ضفت كمية كبيرة من عنصر على حساب بقية العناصر حيحصل تضاد وما يمتصش بقية العناصر وفي نفس الوقت بيحصل تحفيز بمعنى لو بصنا على الجدول ده مثلا هنبص نلاقي النيتروجين مثلا لو انا زودت كمية النيتروجين عن المعتابد بمعنى ايه لو تكلمنا تحديدا على المحلول المغزي انا قلت لحضرتك بتبتدي من 80 جرام للمتر المكعب مية على شكل نطراتنا شادر مثلا لغاية 300 جرام نطراتنا شادر للمتر المكعب مية افترضنا حضرتك اخطاء وضفت كمية اوفردوز من النيتروجين ده وامتحاتت مثلا بدل 300 جرام وامتح عامل 1000 جرام مثلا يعني كده اصبح في زيادة اوفردوز في النيتروجين في كمية المية هيعمل ايه اعمل حاكتين الزيادة المفرطة في السمات دي تعمل حاكتين تنشط امتصاص بعض العناصر وتمنع وتصبت امتصاص بعض العناصر الاخرى هنا الجدول ده لازم نحفظه زي جدول الضربة بنحفظه زمان كده اثنين في اثنين باربعة اثنين في ثلاثة بستة وهكذا نحفظه النيتروجين لما يزيد يبقى فيه جرعة ازيب من اللازم في اوفردوز يحصل على طول تنشيط وامتصاص لعنصر الماغنيسيوم اللي في المحلول المغزي هيعمتص فورا ولكن في المقابل هيصبت امتصاص ويضاد او يمنع امتصاص النيتروجين العالدة يمنع امتصاص من المحلول المغزي يمنع امتصاص مين بقى النحاس والبوتاسيوم والبورول يعني تظهر اعراض نقصهم على النبات رغم ان حضرتك ضايف نحاس وبوتاسيوم وبورول في المحلول المغزي بس مش واخد بالك انك لما زودت النيتروجين منعت امتصاص النحاس والبوتاسيوم والبورول وتظهر اعراض نقصهم فورا على النبات طب الحل ايه الحل ان حضرتك تظبط كميات الاسم ده العناصر الكبرى كبرى والمتوسطة متوسطة والصغرى صغرى طب نظبطها ازاي حالخصها واقولها لك تاني بس لما اكمل بقية الجدول ده طب لو انا افرطت في كمية الفسفور ضفت كمية مبالغ فيها في الفسفور اكبر من احتياج النبات واحنا قلنا ان كمية الفسفور غالبا على حسب معظم الابحاث والمراجع والشغل العملي والتجارب اللي الشغالين بيها بنبتدي من 50 جرام للمتر مكعب لغاية 100 وممكن 150 جرام كمان للمتر مكعب في الحالة دي الفسفور لو انا اضفت كمية كبيرة عديت 150 جرام واصلت 300 500 700 جرام للمتر مكعب هيحصل برضو زيادة في امتصاص المغنيسي ميزة يعني وصاد عيب هيمنع امتصاص خد عندك بقى الكالسيم والبوتاسيوم والزينك والنحاس والمانجانيز ست عناصر كالسيم بوتاسيوم زينك نحاس مانجانيز خمسة قسم هيمنع امتصاص رغم اللي موجودين عناصر دي في المحلول بس الفسفور الزيادة يمنع امتصاصهم فورا اللي هم مين الكالسيم والبوتاسيوم والزينك والنحاس والمانجانيز طب البوتاسيوم لو انا حطيت جرعة اعلى من اللازم في المحلول المغزي بتاعي من البوتاسيوم على شكل اطراب بوتاسيوم او سلفات بوتاسيوم مثلا يعني تمام في الحالة دي حيمنع البوتاسيوم العالي ده بينشط امتصاص المانجانيز والحديد ودي ميزة لكن في المقابل حيمنع امتصاص الماغنيسيوم والبورن وده عيب اعرض نقصوم تظهر فورا على النبات طب الكالسيم لو احنا حطينا كمية او جرعة كبيرة من الكالسيم في المحلول المغزي ازيد من احتياج النبات في الحالة دي الكالسيم ما بيحفص حاجة لكن بيمنع امتصاص بص بقى دي ماغنيسيوم وبوتاسيوم ومانجانيز وحديد وبورن وزينك ستة عناصر تاني الكالسيم الزيادة الاوفردوز في المحلول المغزي حيصبط ويمنع امتصاص البوتاسيوم والماغنيسيوم والمانجانيز والحديد والبورن والزينك طب لو انا ضيفت كمية زينك اعلى من الاحتياج النبات حيمنع امتصاص الحديد فقط طب لو ضيفت كمية حديد عالية جدا اوفردوز في سمية كبير حيمنع امتصاص الفسفور طب لو ضيفت كمية مانجانيز عالية يمنع امتصاص الحديد وهكذا يا جماعة طب البورن البورن مهما زادت كميته هو مسالم لا يضاد اي عنصر ما بيمنعش امتصاص اي حاجة خالص ده العنصر الوحيد لو كميته حطيت منها اوفردوز مش حيمنع امتصاص اي عناصر ولكن خد بالك بيعمل سمية مباشرة على النبات نتيجة الجرعة الزيادة منه لانه من العناصر الحساسة جدا النبات حساس جدا لأي زيادة في كميته تمام طيب الموليبدرام لو الموليبدرام زيادة اوفردوز في المحلول المغزي حيمنع امتصاص الناتروجين والنحاس طيب لو لو النحاس هو اللي زيادة حيمنع امتصاص الحديد والمانجانيز طب لو الزنك اللي زيادة حيمنع امتصاص الحديد لو الحديد اللي زيادة يمنع امتصاص الفسفور لو المانجانيز اللي زيادة يمنع امتصاص الحديد طبعا مستحيل حنعرفها بمرة واحد في الوقت كده هي عاوزة بس بالممارسة ونحاول نحفظها ونسبتها في ذهننا يعني ان الزنك لما بيعلق بيمنع امتصاص الحديد الحديد لما يعلى يمنع امتصاص الفوسفور المنجنيز لما يعلى يمنع امتصاص الحديد وهكذا طيب الكلام ده عشان اثبتو الخصوه تاني واركزوه مع حضراتكم وبالراحة خالص بالمتر المكعب مية اضيف عليه الاتي اضيف عليه ابتداء من 80 جرام وانتهاءا ب300 جرام بالنسبة لعنصر الناتروجين للمتر المكعب مية الواحد الناتروجين في الحالة دي على شكل نطراتنا شادر او على شكل يوريا مسعلى حسب الفوسفور ابتداء من 50 جرام وانتهاءا ب150 جرام للمتر المكعب مية البوتاسيوم ابتداء من 80 جرام وانتهاءا ب300 جرام للمتر المكعب مية الكالسيوم ابتداء من 35 جرام وانتهاءا عند 80 جرام وممكن اوصل ل150 جرام الكالسيوم تحديدا الماغنيسيوم آسف من 35 جرام لغاية 80 جرام الكابريت من 35 جرام لغاية 80 جرام العناصر الصغرى حديد وزينك ومانجانيز ونحاس وبورون وموليبدنم في حدود في المتوسط 25 جرام من المتر مكعب مية ولكن الحديد داخل المخلوط ده لازم يكون على صورة إدهاء والزينك والمانجانيز والنحاس على صورة إديتاء اللي هي المادة المخلبية والبورون على شكل حمض بوريك أو إنسانول أمين والموليبدنم على شكل موليبدات أمونيوم وبيكونوا بالنسب اللي هقول عليها دلوقتي الحديد يبقى بنسبة اتنين الزينك والمانجانيز بنسبة واحد واحد يعني اتنين حديد واحد زينك واحد مانجانيز نص نحاس ربع بورون واحد من عشر في المية موليبدنم ده النسب اللي تكون بين العناصر وبعضها عشان ما فيش عنصر يزيد يعني ما ينفعش مثلا تخلي كمية البورون قد كمية الحديد هيعمل سمية على طول أو تخلي كمية النحاس قد كمية الزينك أو الحديد هيعمل سمية على طول طب لو النحاس زاد بيمنع متصاص إيه نجيبه كده أنا آسف لو النحاس زاد مثلا أرجع للجذول في حالة إن أنا حطيت كمية نحاس قد كمية الحديد مثلا اتنين كيلو حديد واتنين كيلو نحاس وكيلو زينك وكيلو مانجانيز غلطت يعني وفعت النحاس أعرف على طول إن النحاس في الحالة دي حيمنع امتصاص الحديد والمانجانيز فورا من المحلول يبقى لازم تكون كمية الحديد هي اللي أكتر من الزينك والمانجانيز والزينك والمانجانيز أكتر من النحاس والنحاس أكتر من البورن والبورن أكتر من الموليدرم أنا باخد من إجمال المخلوط ده خمس مخلوط العنس الصغرى المخلابي ده هو خمسة وعشرين جرام بالمتر مكعب ماي طيب في حد يقول لي برضو طيب هل النسب دي تمشي مع كل المحاصيل المحاصيل الورقية زي الخص وخلافه والمحاصيل السمرية كمان الطماطم والخيار وكده أقوله طبعا لا طبعا أنا بحاول أقول أرقام متوسطة تمشي مع كل المحاصيل ولكن كل محصول ليه تفاصيله بقى باختصار لو حبينا نقرب الصورة برضو أجي على المحاصيل الخضر الخضر الورقية لو أنا عاوز أشتغل عليها هشتغل أن دايما النيتروجين كميته أعلى ثم الفوسفور أقل ثم البوتاسيوم أقل يعني النيتروجين بعدين فوسفور وبعدين بوتاسيوم ويكون حريص جدا في كمية الماغنيسيا ملكالسا برضو متوسطة مع النسبة من الصورة ندي مثال مثلا لو أنا اللي هعمل البرنامج التغذية ده بالنسبة لأزبط المحلول المغزي بتاعي هشتغل مثلا لو مع خضر ورقية زي الخص والبقدونس والشبت والكسبرة والرحان والنعناع وخلافه ورقة خضرة يعني عاوز أنتج ورقة خضرة هكون مركز قوي أن أنا أشتغل فيه متوسط أبتدي من 80 جرام على المتر المكعب في أول العمر وهو شتلة صغيرة نطرات نشادر وبعدين أزود سنة سنة يعني أبتدي أزود على فترات التمانين دي تبقى 120 و120 تبقى 150 كويس كده وقف في مقابل الفوسفور هكون محطه بكمية شبه سبتة تقريبا تبقى 80 جرام يعني نقول 150 جرام نتروجين نطرات نشادر و50 جرام ماب و80 جرام سلفات بوتاسيوم مع 35 جرام نطرات كالسوم 35 جرام نطرات ماغنيسيوم مع 25 جرام مخلوط عناصر صغرى مخلابي هذا مثلا برنامج لتسميذ الخضر الورقية طب لو خضر سامرية حيبقى العناصر الصغرى في المتر المكعب 25 جرام العناصر المتوسطة كالسوم وكابريت وماغنيسيوم هتبقى في متوسط التمانين جرام للمتر المكعب كل عنصر منهم العناصر الكبرى بقى لأ أبتدي الأول الناتروجين أعلى والفوسفور ثابت وبعدين بوتاسم قلي ده وقت النمو الخضري أول ما النباتي يخش عندي في التزهير وباية العقد أثبت أن كمية الناتروجين بتاعتي وأرفع كمية الفوسفور شوية وأرفع البوتاسيوم قد الناتروجين بدأ مراحل نمو وتكوين الصمرة البوتاسيوم أعلى حاجة البوتاسيوم أعلى كمية ثم الناتروجين ثم الفوسفور كترتيب داخل الرينج اللي بقول عليه من 80 جرام لغاية 300 جرام يعني لو قلنا في وقت مراحل نمو وتكوين الصمرة في الخيار في الطماطم في الفلفل في الزراعة المائية حيب النسب كالآتي 300 جرام نطرات بوتاسيوم مع 150 جرام ماب مع 200 جرام نطرات نشادر هذا كمثال أهو وأتمنى أن أكون وصلت فكرة بس بأرقام لحضراتكم القاعدة الأخيرة القاعدة الخمسة دي بتتكلم على حركة العناصر الغذية داخل النبات وأماكن عن طريق الحركة دي أو السرعة indoف aquilo ولا في عبوة السماذ ولا في المحنول المغز السماذ لا حركة العناصر الغذائية السماذية د hiding النبات في عندي عناصر سريعة للحركة زي النيتروجين والفوسفور وبوتاسيوم وفي عناصر متوسطة للحركة زي الكابريت والنحاس والماغنيسيوم والموليبنام وفي عناصر بطيئة للحركة زي الحديد والمانجانيز والزينج وفي عناصر شبه عدمت الحركة زي الكالسم والبورون ده داخل النبات استفيد من دفء استفيد منه نقدر من خلال سرعة العناصر دي وحركتها داخل النبات أحدد أعراض نقص العناصر وأقدر أقول ده أعراض نقص وعنصر كذا لا ده عنصر كذا وهكذا نبصينا عليها كده هو الصورة دي حضرتك بتقسم النبات قدامك بعنيك 3 أتلات الفرع بتاع النبات الصاق كويس الصاق دي تقسمها 3 أتلات أو لو هي صاق متقزمة زي الخص مثلا أو الفراولة فبتعملها 3 محيطات محيط اللي في القلب ومحيط في النص ومحيط خارجي كويس كده أو لو صاق زي صاق الخيار صاق الطماطم قسمها بعينك بعينك كده 3 أجزاء 3 صفلي 3 أوسط 3 علوي كويس كده أول ما تبص على ظهور أعراض نقص عنصر معين عندك ما تدورش على شكل العرض إيه لا دور على مكان الورقة اللي عليها الأعراض الغريبة دي تحت أعراض النقص مكانها فين هل هي في التلت الصفلي ولا في التلت الأوسط ولا في التلت العلوي من الفرع من الصاق فلو أنت حددت مكان الورقة أنها في التلت مثلا السفلي في الحالة دي بدل ما تقعد تفكر تبديل وتوفيق بين 13 عنصر غزائي لا أفكر في 3 بس هنا فيه احتمال أعراض نقص عنصر من 3 عناصر فقط مش هتطوه في وسط 13 ايه هم؟ يعني إما أعراض نقص نيتروجين أو فسفور أو بتاسيوم طالما في التلت الصفلي معايا جماعة ولا أنت فصل معايا طيب النيتروجين يعمل صفرار عام الورقة اللي فيها أعراض نقص نيتروجين يبقى عليها صفرار عام بس موجودة فين؟ في التلت الصفلي من النبات الفسفور في التلت الصفلي من النبات الورقة يزرعها لون أحمر أعراض نقص البوتاسيوم صفرار حافة الورقة فقط بس الورقة فين؟ في التلت الصفلي من الساق يبقى في التلت الصفلي من الساق إما أعراض نقص نيتروجين على شكل صفرار عام أو أعراض نقص فسفور على شكل لون أحمر للورقة أو صفرار حافة الورقة فقط طالما في التلت الصفلي يبقى نقص بوتاسيوم طيب لو الورق تحت في قاعدة التلت السفلي للساق سليمة والتلت العلوي سليمة إنما الأعراض الغريبة ظهر على الأوراق اللي ظهرت في التلت الأوسط هنا هفكر في أربع عناصر بس يا إما نقص كابريت أو نحاس أو ماغنيسيوم أو مليب دينامي طب أفرق ما بينهم إزاي الكابريت إصفرار عام زي الناتروجين بس الورق في منتصف الساق أعراض نقص النحاس لون أخضر مزرق مع موت القمة النامية اللي هو الديباك أعراض نقص المليب دينام بقع مسفرة كبيرة على حواف الورقة بس الورقة فين؟ في منتصف النبات منتصف الفرع الماغنيسيوم بقع مسفرة منتشر عشوائي بين عروق الورقة لونها أصفر بقع مسفرة كبيرة بين عروق الورقة والورقة في التلت الأوسط من الساق تاني التلت الأوسط من الساق الأوراق اللي يظهر عليها أعراض نقص في المرحلة دي في المنطقة دي آسف هي عنصر الكابريت و أصفرار عام أو عنصر النحاس لون أخضر مزرق مع تقاعر الورقة مع موت القمة النامية أو بقع مسفرة كبيرة منتشرة عشوائي على الورقة بين العروق ده نقص ماغنيسيوم أو بقع مسفرة على حواف الورقة بس الخارجية ده نقص المليب طيب التلت الأوسط أوراقه سليمة موجودة في قمة في التلت العلوي من الفرع من الساق اللي هي توازي المحيط الداخلي أو قلب الخصايا في القلب ده القمة لو اسفرار عام يبقى نقص حديد على الورقة يبقى نقص حديد لو بقع مسفرة صغيرة جدا نقص مانجنيس لو بقع مسفرة كبيرة نقص زنج وغالبا أوراق اللي بيضع عليها نقص الحديد بتبقى في قعدة التلت العلوي لو أنا خدت التلت العلوي ده وقسمته هو نفسه لقعدة ومنتصف وقمة لو أنا أكادر بعين أن نعمل كده قعدة التلت العلوي اللي هي توازي زي راسي أنا كده دلوقتي رقابتي من هنا كده الورق اللي خارج من هنا من الرقبة منه وعليه سفرار عام ده نقص حديد الورق اللي خارج من منتصف التلت العلوي Death القنف مثلاً مشوف اي مثلاً مثلاً وبقع مسفر كيخ يا صغير قوي نقص مانجانيز اول العمาม صفر كبيرة بص نقص زنك بص الورقة خارجة من منتصف المنتصف الثلت العلوي قمة الثلت العلوي خالص وعرض ورقة مشوهة نقص كالسم أو نقص بورون الاثنين أيضاً يجب تشوف المورق سواء نقص الكالسم و البورن وتشوف القمة النمية الكالسم بولن بس الكالسم لا بدين أن يكون لون ط PARP ممكن أن يقوم بورني مع بعض النباتات groups بتتلقى. تمام? فمن حركة العناصر اقدر اعرف اعراض نقص العناصر ووصف انهي عنصر بالزبط اللي ناقص ده. وهنا اتدخل بعلاجه عن طريق ان انا الاول ارجع للبي اتش بتاع المحلول واظبطه. لان انا لو البي اتش قلوي يعني اه بتاع المحلول فوق السبعة ونصف. لازم اما اعارف انه هيزل عندي اعراض نقص فسفور وحديد وزنك ومانجانيز ونحاس وبورن. ولو البي اتش حامضي اقل من ستة ونص اقل من ستة ونص بي اتش. اقل من ستة ونص بي اتش. بقرار اهو. هيزلع عندي اعراض نقص اربع ناصر. فسفور كالسام ماغنيسيام موليب دينام. في الحالة دي لازم ازبط الاول البي اتش. لو هو حامضي اضيف هيدروكسيد بوتاسيوم عشان اخليه متعادل. ولو هو قلوي اضيف حامض نيتريك او الفوسفوريك عشان اخليه متعادل. بعد معادل البي اتش بتاعتي تبقى من ستة ونص لسبعة. ابتدي ارش العنصر اللي ناقص ده. بس افضل شكل ليه ارش العنصر مخلوط مع سكريات كحولية. او لو مش موجودة عندك زي المانيتول السكر الكحولي مسلا او السيربيتول. ارشه مع العناصر دي مع احماض امنية على الورق عشان اعالج المشكلة دي. يبقى بعمل حاجتين. لان اعراض نقص العناصر سببها تلت اسباب. السبب الاولاني ان حضرتك ما حطتش العنصر في المحنول المغزي. السبب التاني ان البي اتش بتاع المحنول المغزي يا حامضي يا قلوي. انا عاوزه من ستة ونص لسبعة. عاوزي البي اتش من ستة ونص لسبعة. ده الوسط المناسب لزوبان جميع العناصر. او حضرتك زودته عنصر بكمية كبيرة على حساب بقية العناصر. فعمل تضاد فنقص العناصر دي. فلازم اراجع التلت نقط دول. لو ما بسمتش اسمد. لو البي اتش مش مزبوط ازبوط البي اتش. وارش العنصر للنقص. وكمان اراجع الكمية.